اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش خبير واقوي يعني يعني 19 سنة المشكلة دي من زمان السلاح غير مشروع ده من زمان مش قبل السورة ولا بعد السورة احنا طلعنا وعرفنا السلاح ده وخاصة في الصعيد الصعيد ده بياخد من ضمن الوجاهة والعصبية والقابلية وجود السلاح هتستخدمه حتى اذا لم تستخدمه في افعال غير شرائية لازم يبقى في البيوت كل العائلات في الصعيد عند انسى الصيب اسلح دلوقتي احنا في القاهرة وفي المدن في موجود سلاح موجود كتير ايه الاسباب اللي قدت لده الاسباب اللي قدت ده طبعا اللي هو في الفترة الاخيرة يعني طبعا الانفلات اللي كان حصل في الفترة الاخيرة الاسلح اللي تسرقت من اسام الشرطة الاسلح اللي نزلت من ليبيا بعد الاحداث اللي حصلت في ليبيا نزلت كم رهيب وده ادى ان السلاح اصبح يعني متداول بصورة بشعة كل واحد عايز يقتني سلاحه خاصة بعد الاحداث فلازم يستدور على سلاح تبسألني بتقول لي ايه الحل انا رأي الحل ان كل شخص تنطبق عليه المبررات والشروط القانونية انه ندله تركي السلاح هم بعمروش ده دلوقتي؟ دلوقتي بدأ انا كتاجر سلاح انا قعدت في السنين كنتش يلاقي واحد وقد رخص السلاح ممكن تقدم على رخص السلاح وتعسسانا سنتين حقيبا بعد السورة بدأ فعلا عمليات اصدار تصريح للاشخاص ما كانوش قبل السورة ما احنا بنتكلم عن كم سلاح كبير موجود في السوق وفي مصر ده معنى انه هو مش بس بعد السورة اكيد كان فيه سلاح كتير قبليها هل كان عدم الترخيص للي تنطبق عليهم الشروط الدافع بتاعه ان تكون هناك سوق سودة للسلاح او سوق غير شرعية؟ احد الاسباب احد الاسباب احد الاسباب اخلي بالك ان ما فيش كمان سلاح في مصر سلاح عند تجار السلاح لان ما فيش استراد ليه واقفين الاستراد من انت؟ الاستراد ده كان واقفه رئيس الوزراء سنة خمسة وتسعين ده كان الدكتور عاطف صدقي تقريبا في شهر ستة خمسة وتسعين وبعدين اصدر قرار بعدم استراد السلاح الا بعد موافقة الامانة العامة لقوات المسلحة طب فيها ايه لم يمنع الاستراد؟ ايه تأثيره على السوق؟ ارتفاع اسعار الاسلحة واختفاقها من السوق وان احنا نجيبها من مصادر تانية؟ نا بنجيبها من مصادر غير شرعية بقى تهريبه كرام السلاح ده نوعين بيجي بتهريب من المنافذ الجمهوركية مثلا في المنافذ او بيجي من التصنيع المحلي اللي هو الفرد والخرطوش اللي انت شفت في الريبورت الريبورتالي اللي انت عملته بالاضافة في الفترة الاخيرة للاسلحة اللي تسرقت بالاضافة ان الفترة اللي حصلت والانفلات الامن اللي حصل والليجان الشعبية وكان كل واحد بيدور على السلاح يعني اصبحت فيه ثقافة في السلاح زمان انت ما كنتش تسأل على السلاح لكن في الفترة الاخيرة ممكن تكون سألت عن السلاح انت بتخاف تشيل سلاح لكن بتسأل على سلاح وعايز تشيل سلاح لانا كنت اصبحت النهاردة غير امن او في تصورك بس التجارة كانت موجودة التجارة السلاح دي موجودة من قديم الزمن طول الوقت طيب فتح الاستراد هيعمل ايه في السوق يعني هيفدنا بايه فتح الاستراد اذا انا الحل او اللي اقترحه او اللي شايفه من وجهة نظري اذا احنا ادينا ناس طرخي السلاح والناس التي تنطبق عليهم الشروط انا مش هدي سلاح لبلطجية مش هدي السلاح لواحد عليه احكام او عليها اضايا اداب او مخدرات او الكلام ده لان اللي بياخد رخصة السلاح بيفحص من جميع الجهات الامنية من مخدراته من السلاح والاموان العامة والامن العام وامن الدولة اخد البال حضتك فكون ان انا ادي سلاح لراجل يكون اهل ان هو يشيل السلاح ويستخدم السلاح انا اديه له وفيش مانع بالعكس انا لما ادي ترخيص سلاح الان انا باعتبره خط تاني ورا الدخلية والرجل اللي مرخص ما هو فضل وزارة الدخلية ده الراجل المرخص المعروف المعروف يعني هو ممكن يخاف انه يرتكب شيء عشان خطر عندنا في الصعيد بالزيد الناس اللي بترخص بيخاف على السلاح يمكن اقولك اكتر ما يخاف على اي حاجتين لانه مسئولية مسئولية ويخاف البلد عشان الناس والكلام انه هو يلغي السلاح يتلغي السلاح بتاعه شرف لان باعتبر شرف او باعت اياني سلاح